بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باردنا حلم لمريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا نرسى الكتاب وجعلنا ندل بني إسرائيل أملاد اتخذ من دوني وكيلا ذرية من حملنا معنوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا إبال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينا واجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسروا آه بواكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليدخلوا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرى كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنار آيتين فمحونا آية الليل ودعونا آية النار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السمين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهددى فإنما يهددين نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزم وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيا فكسفوكيا فحق عليها القضل فدمرنا تدميرا وكم أهلكنا من القرون بعد موح وكفى بربك به بعباده صبيرا بصيرا من كان يريد العادلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلها لديا لما يصدها مزموما مدعورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيا مشكورا كلا نمد هؤلاء وآلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله الآخر فتقعد مسلما مصولا وقضى ربك ألا تعبدوه إلا إيام وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الزر من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآبد القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تجذد تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفيرا وإما تعرضن عن ابتغاء رحمة من ربك تغلوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى أنتك ولا تبسطها كل البست فتقعد مهما محسورا إن ربك يبسط رزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم قشية إن لكن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان فطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصداص المستقيم ذلك خير وأحسن كأميلا ولا تقف ما ليس لك دي عين إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم سؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيء عند ربك مكوآ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلى آخر فتلقى في جهنم مدوما مدهورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقلون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نثورا قل لو كان معهم آلهة كما تقولون إذا لبدروا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يطلبون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقرون تسبيحا إنه كان حليما وفورا وإذا قرأت الكرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يتمنون بالآخرة حجابا مسورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقروا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما وغفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صفوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فقركم أول مرة فسيلغبون إليك رؤوسا ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا ممينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ نعلمكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعضهم وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يغبئون كشف الضرع عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويردون رحمتهم ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مبكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسقطا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فدنة للناس والشدرة المبعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا قريانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدون آدم فسددوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريتهم إلا قليلا قال ذا بفمن تبعك من فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفسز من استطعت من بصوتك وألب عليهم بخيرك ورهلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعبهم وما يعدهم الشيطان إلا غورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذين لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مستهم الضدر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرأتم وكان الإنسان تخلا أفأمنتم أن يحصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنكم أن يعيدكم في إتارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الليح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كبرنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ووزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كله ناس بإمامهم فمن أوتي كتابهم بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمل فهو في الآخرة أعمل وأضل سبيلا وإن كانوا ليفهمونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرك وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن سبتناك لقد كت تركا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفذونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبزون خلفك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لذنوك الشمس إلى غسق الثيل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهدد به نافلة لك عسى أن يبعثت ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زمقا وننزل من القرآن نام وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونبيل جانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل 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 يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيه من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنا أبن بالذي أوحينا إليك سم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحم ذم من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يكون بمثل هذا القرآن لا يكون بمثله لا يكون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا تجورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت عليها كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقبك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي أليوت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن يقالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنهم كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المبتدى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحنرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبهما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا مبعثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحلق مثله وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كثورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسفتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ داءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسهورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسهورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل مسهور الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكل كيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأوا على الناس على مكفر ونزلناه تنزيلها قل آمنوا بني أو لا تؤمنوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ بِهُمْ قَبِلِينَ إِذَا يُثْنَأَ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَخِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْرُولًا وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبِثُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تدعوا بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وله من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم